أرى إيه كانت القانون الجديد؟ اللي هو قانون الهجرة إحنا قانون الهجرة طبعا صدر برقم 111 للسنة 83 طبعا ده مضى عليه سنوات طويلة جدا وكان في حاجة لإعادة نظر عشان يواكب ما نحتاج إليه لأي بس وإحنا بنتكلم طول الوقت بنتكلم على طرف واحد وهو طرف المصري اللي بيدور على الهجرة بس برضو لازم نبص على الطرف الثاني هل الدول المستقبلة للهجرة متعاونة في هذا الأمر؟ لا مش كله متعاونة وفي ظل أن في بعض الدول اللي بتتناقص عدديا بالذات في أوروبا في دول بتنقص ومعظم التكوين السكاني فيها من كبار السن ومش بيقبلوا على الزواج والخلفة زي ما حرك بتقول لكن هل هم بيوضحوا للمجتمع المصر اللي هو محتاج منه شباب بيوضح لصول الهجرة الأمينة؟ لا هل بيسهلوا أن يديلوا الفيزا؟ لا في دول متعنتة جدا في أنها تدي الفيزا في دول متعنتة جدا في أنها توضح وتفتح الباب لصول الهجرة الأمينة وعشان كده لو بنفتكر الرئيس هو بتكلم عن الهجرة غير الشرعية قال إن معالجتها أحد وسائل معالجتها هو أن أنا أبسط وسهل إجراءات الهجرة الأمينة للدول اللي بيستهدف لها الهجرة فهنا أنا أفتكر وحضر في زهني دلوقتي في بدايات البرلمانت بعتنا من لجنة علاقات خارجية خطابات لبعض السفرات قلنا لهم لا أنتم متعنتين جدا في إعطاء الفيزا المواطنين المصريين ووصل الموضوع إلى حد حتى الإهانة في التوابير اللي بنشوفها قدام بعض السفرات والمصليات فده مسألة مش مقبولة وإنه ده ده إنتيزة العادية مش بنتكلم حتى على هجرة ولا غيره بالذبط بالذات إنه هذه الدول المعظمة هم من المتشدقين بحقوق الإنسان وزي ما حالك قلت في المقدمة إنه حرية التنقل هي من حقوق الإنسان وحرية التنقل كفالها القانون الدولي والموثقي يعني أي حد تسمعنا دلوقتي هيقولك يا عم طارق هم من حقهم هم أحرار يدخلوا أو ما يدخلوش أنا كدولة عايز أخذ ناس أو ما أخذش يعني جايز يقولك كده بس أنت بتشرح لهم لا ده حق من حقوق الإنسان هو عامل أمرين فيهم خلل هو مش فاتح سبل الهجرة الشرعية بشكل ميسر والهجرة الأمنة وعلى طرف الآخر هو موقع اتفاقيات إنه أي واحد بيوصل له عن طريق البحر ما يقدرش يرجعه هذا خلل يعني في حالة من الخلل إنه أنا النهاردة وفق الاتفاقيات أي شخص عدى ده خلاص موجود على الأراضي الإيطالية ما تقدرش إيطاليا ترجعه طيب ما تفتح لي أحسن سبل هجرة أميلة واشتراطات واضحة أحسن ما إنه اللي أموت بحاول إلى هذا الشأن تاني حاجة إنه البعض بيظن إنه مصر من الدول الضخمة جدا في الهجرة غير الشرعية هذا غير صحيح مصر دولة معبر لهيه الهجرة غير الشرعية لأفرق بيجو بيعدوا عندنا 57 جنسية من اللي موجودين في مصر من اللي بنسببهم بقى لاجئين وافدين معنا في مصر وافدين لأنه عدد اللاجئين المسجلين في المفاوضية السامية لحقوق الإنسان لشؤون اللاجئين 55 ألف من 5 مليون أو 6 مليون لاجئ موجود فعلا على الأراضي المصرية طب ده ده يفيد نحن في إيه كدولة؟ نحن نارضة عندنا أكتر من 5 مليون بيستفيدوا من وسائل الدعم والتعليم والصحة وكل الكلام ده لكن المفاوضية اللي هي حتى موازنة للدولة المصرية حتى الـ 550 ألف اللي هم راحوا يسجلوا هل إحنا دولة بتجبر زي تركيا؟ تروق إنه اللي موجود على أراضيها من الأجانب ووافد أو لاجئ إن أنا أكبره يسجل في مفاوضية؟ لا عشان إحنا أولاد ناس وعشان إحنا بنستقبل أشقائنا العرب والأفارقة في أزماتهم إحنا ما بنعملش هذا لكن في دولة تانية بتجربة ده كويس جدا وبتقدر تخد على رأس الواح بالزبط كده وتحصد المليارات والملايين وتبتز بعض الدول في إنه أنا هفتح الحدود وهسيب لك الناس تعد فإحنا دولة لم تستخدم هذه السبل بالعكس إحنا العالم ينظر لنا احتراما إنه ما فيش مركب خرجت داخلين على سنتين فيش مركب عدد واحدة وإحنا قادرين نضبط هذه المسألة ولم نستغل هذا الأمر في حصد أي مكاسب وإنما بنستخدمه بشكل جيد فعلى الطرف الآخر كمان إنه هو يكون أكثر يسرا في التعامل في هذه المسألة طيب هرجع لك تاني نتكلم في القانون